من مرجعيون جنوبي لبنان تنظم لنا الآن مراسلتنا دارين الحلوية دارين أهلا بك معنا نتابع معك ونرصد آخر التطورات جنوبي لبنان التصعيد لا يزال مستمر اليوم كانت هناك سلسلة من الغارات نفذت على مقربة من حاجز الجيش اللبناني في منطقة الخردلي وهي الواقعة جنوب نهر الليطاني هذه الغارات لم يتضح ما هي الأهداف التي استدفتها بسبب سوء الرؤية والصعوبة تحديد المواقع لكنها كانت غارات عنيفة استطبعت بقصف مدفعي في تلك المنطقة كما ذكرت هناك حاجز للجيش اللبناني ومركز لقوات اليونفل العاملة في جنوب لبنان لم يجري حديث عن أي إصابات في صفوف طبعا من ذكرناهم ولكن أيضا صودف مرور فرق إعلامية في تلك المنطقة ونجع هؤلاء من هذا القصف الذي كان عنيفا وترددت أصداؤه في القطاعات الشرقية الأوسط والغربي بسبب عنف هذه الغارات أيضا كان هناك استهداف لمنزل في كفر كلا صباح اليوم غارتان أطلقت صاروخين على أحد المنازل في كفر كلا وسوته أرضا بالإضافة إلى غارة نفذت بعد منتصف الليل على منزل في بلدة يارون في القطاع الأوسط وأيضا سوت المنزل بالأرض بعد اندلاع حرائق كبيرة في هذا المنزل إذن تراجع عدد العمليات لا يعني أنها تراجعت بل على العكس هناك إصرار من قبل الجانب الإسرائيلي على استهداف المنازل في الأربع وعشرين الساعة يمكن الحديث عن استهداف لخمسة منازل في غارات كانت سجلت في أكثر من منطقة وأكثر من قطاع اثنين منهما ما ذكرناه قبل قليل أيضا هناك ست عمليات نفذها حزب الله في الأربع وعشرين ساعة الماضية معظمها طال تجمعات لجنود إسرائيليين في مراكزهم في أكثر من منطقة في شتولة في المنارة في المطلة الاستهداف كان واضحا في شرحه وتقول بيانات حزب الله أنه حقق إصابات مباشرة شكرا لك مراسلتنا دارين الحلوي كانت معنا من مرجعيون جنوبي لبنان